أهلا بكم إلى آخر فقرات سلسلتنا الخاصة بحوكمة الشركات العائلية نصل اليوم إلى مرحلة التنفيذ بعد أن تناولنا على مدى الحلقات الثلاثة الماضية مرحل التحضير والاستكشاف والخيارات هذا تذكير بأهم ما جاء به ضيفي كريم غندور الرئيس التنفيذي لشركة أملجي فاميلي أوفيس في الحلقات السابقة المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية يلي خلالها نجي مندرس منشوف إذا أهم شيء أهم هدف ممكن ناخده من هالمرحلة هي شوف إذا منكمل بموضوع الحوكمة أو لا أول شيء لازم نتأكد مع مين عم نتعامل مين هو العميل فالعميل ممكن يكون فرد يلي هو إذا بالجيل الأول بيكون عنا فرد واحد عم نتعامل معه أو إذا عم نتعامل بالجيل الثاني بيكون عنا أخوي أو بالجيل الثالث بيكون عنا أولاد عم ناخد معنا الاعتبار أنه في عنا الواحد يشتغل عنا الرؤية الشخصية رؤية العائلة ورؤية الشركة لأنه إذا ما حددنا هالثلاثة ما ممكن هناك تعددية بطريقة الشغل فالمرحلة الأولى أو الفقرة الأولى من هالمرحلة هي أربع اجتماعات نحدد فيها مين المجلس الإداري يأخذ القرارات وآلية أخذ القرارات فإذا بالإجماع أو عنا تحفظ على مواضيع معينة وآخره هذا منيخدها هذا أول أربع أربع أجتماعات تاني أربع اجتماعات يلي بناخد المنظومة أو الهيكلية تبع الحوكمي ومنشوف وين رح نكون بعد عشر سنين أو عشرين سنين الفقرة الثالثة هي خريطة طريق فبالتالي نحدد ما هي الأهداف اللي بدنا إياها وما هي الوقت مثلاً إذا بدنا نعمل دستور عائلة بالمراحل الثالثة والرابعة قدي بده وقت أو إذا بنعمل المطلقين للشركة لو هناك نسحبون من القيم الشركة قدي بده وقت وما سنعمل فيها أكبر يوتن هو وقت يوقف وما بدون يكمل يصل إلى الوقت أنه لا خلينا نأجل للمستقبل وبتصير نسبة معينة بعدها تأجل لليوم فترة نعمل معه وبعدها تأجل لليوم خلينا نأجل خلينا نأجل السبب الأساسي وراء التأجيل بهذه الحالة شو مثلا؟ أنه يمكن الأولاد الجيل القادم الجيل الثاني ما أنه متأكد من حاله عطيه بعد سنتين ثلاثة يمكن يشوف أن الخيار أن يشتغل مع العائلة هو أحسن خيار بعضهم ما عندهم النضج الكفاية فالخوف مننا هي لأنه وصلنا لها المرحلة هذا مثل الجرح مفتوح فما فينا نتركه لأنه يتهب مثل الجرح فبالتالي لازم نسكر هذه المرحلة وكريم غندور ضيفي في الستوديو أهلا وسهلا بك كريم المرحلة الأخيرة مرحلة التنفيذ ما هي أهم العناصر المكونة لها؟ أول شيء لازم نحط خريط الطريق لها المرحلة النقطة الثانية هي لازم نعمل جدولة وثالث عنصر وأهم عنصر وعادة الناس ما يركزوا عليه كثير هو موضوع الإعلان استراتيجية الإعلان الوقت المكان الزمان وطريقة الإعلان لأنه أي منظومة أو أي شركة عندها الحرس الأديم والحرس الجديد أو الجيل الجديد فبالتالي ما بدنا نهز حالة التوازن الإكليبريم الموجودة فالطريقة التي نعلنها وكيف نعلنها وين نعلنها ضرورية هؤلاء الثلاث عناصر الأساسية بالأول حتى تحدد الوقت البدنية والمراحل المايل ستونس طبعا والطريقة الإعلان كريم في مرحلة تنفيذ ننفذ ماذا؟ ننفذ الحوكمة وفق ماذا؟ نتحدث عن دستور عائلي من يضع هذا الدستور نظام العمل حدثني عن هذه العناصر تماما مثل ما كنا ما يحدث هلأ مثلا بمصر وقت ما يكون عندك عم تجي من فراغ اللي بتعملي بتعملي حكومة انتقالية أو مجلس انتقالي وهو بيحدد مادة الدستور بعدين بيصير في نوع من الانتخاب عليه نفس الشيء بالمنظومة العائلية بيكون في المجلس العائلي مجلس العائلي بيعمل مسودة دستور أو بروتوكول العائلي اللي بيحط فيها عوامل وبعدين بيعرضها على الجمعية العمومية اللي هي بسموها الفاميلي أسامبلي ما أهم العناصر اللي تأتي في هذه المسودة بالدستور أول شيء أهم الشيء هو الرؤية طبع العائلة المهمة طبع العائلة والقيام بعدين في عنا سياسات معينة مثل سياسة التوظيف خصوصا لأفراد العائلي في عنا سياسة توزيع الأرباح سياسة التواصل إذا خصوصا عنا عائلي جيل ثلثة أو جيل رابع نحكي فوق خمسين أو ستين شخص في سياسة الطوارئ في حال صار وضع طارئ هؤلاء العناصر الرئيسية عادة وفي حال حل المشاكل أهم نقطة حل المشاكل إذا صار في خلافات كيف نحل المشاكل أو الحوكم ضمن العائلة ما الخطوة التي تتبع الموافقة والتصديق على مسودة الدستور وتحوله إلى دستور هنا يكي بعد ما نخلص الدستور ساعة من بلش بوضع ليجان كمان هم تعتمد على حجم العائلة إذا نحكي جيل أول جيل ثاني أب و أم و أولادهم تختلف عن أولاد عم و فروع صحيح فإذا عنا في حالات نأخذ ليجان مثلا لجنة الاستثمار يلي بتحدد هون ممكن نجيب أشخاص من خارج العائلة عندهم خبرات لجنة الأعمال الخيرية يلي بتحدد كمان وفقاً لرؤية العائلة لو ما رايحها ولجنة التواصل هاي كثير مهمة تصوصها إذا عنا عائلة كبيرة ما فوق الخمسين عنصر يريد أن نتواصل معها بشكل طبيعي وبالمجلس العائلة منحدد النظام الداخلي طبعاً كم مرة راح يجتمع شو لازم يتطلع على الأشكال هل مرحلة التنفيذ يعني تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى مراجعات دورية فيما بعد؟ أكيد مراجعات دورية وفي حال ما حكيت عنه هو بالدستور في نص كيف من نعدل الدستور حتى لا نحتاج إلى ثورات وانخلابات كم تستغرق هذه المرحلة؟ تعتمد على عائلة العائلة لو نصل لهذه المرحلة لمرحلة الرابعة نوعاً نصر في نجاح بعد ثلاث مراحل لأنه عادة المرحلة الثالثة في منهم ينسحبوا فروعة من العائلة أنا أريد أن أقيم وأقبض وأطلع برات الشركة فهذا تعتمد على حجم العائلة وأدفعنا أشخاص وأي جيل على أي جيل الإنسحاب يعني أمر احتمالاته ضئيلة في هذه المرحلة كريم؟ بالمعظم إذا وصل لهون نوعاً ما نجحنا صارنا في نية أن نضلنا مع بعض هنا الأرار التي تأخذ بالعائلة حتى لو نحكي علنا أنه سنكمل مع بعض ليس لأنه عائلة لأنه عبدنا نكمل مع بعض كشركاء وكعائلة كريم بما أنه وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة حول حوكمة الشركات العائلية أريد منك كلمة أخيرة هي خلاصة خبرتك من العمل مع العائلات التي قررت التحول إلى الحوكمة بشركاتها ربما العملية أنت شهدتها يعني عن قرب هي ليست سهلة فيها تنازلات فيها تضحيات ماذا يمكن أن تقول لمن يفكر اليوم في أن يتحول بشركته إلى هذه الضفة؟ أهم نقطة هي أنه التغيير قادم يعني في ناس فكروا أنه خلاص صارنا أربعين سنة أو ثلاثين سنة عم نشتغل لهذا لماذا نغير؟ وخصوصا الحوكمة هي عمارة عبارة عن تغيير يعني يتدارك للمخاطر مجبور تعمل اليوم وقائي ممكن تأجله سنة و سنتين وقائي تماما تغيير وقائي فبالتالي حكما التغيير جاي جاي فالأفضل واحد يبدأ بالعملية مباشرة قد ما فيه بأسرع وقت ممكن والاثنين النقطة الثانية الحوكمة الصعب تنعمل هذا الوقت يكون فيه خلافات يعني هذا المفروض يكون بس ويكون فيه ما فيه خلافات والدنيا بالفمية الخير وفيه نوع من التوازن هذا الوقت المناسب لوحد يعمل الحوكمة مش وقت يكون فيه نوع من الضيئة المالية أو فيه خلاف عائلة والآخره هذا ليس الوقت المناسب لوحد يعملوا حوكم مع العلم الناس عادة يصبح عندها حافز لتشتغل بهال لتبلش الحوكم بهال الوقت شرفتني على مدى هذا الشهر كريم غندور الرئيس التنفيذي لشركة أمل جي فاميلي أوفيس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا